زوار موقع سبورت 360 تحياتي لكم حلقة جديدة من رسائل 360 البرنامج اللي منقرأ ومنوجه فيه مجموعة من الرسائل المستوحى من ما يحدث على الساحة الكروية العالمية مباشرة إلى الرسالة الأولى الرسالة الأولى رح تكون من تألق النجم الجزائري رياض محرز مع نادي مانشستر سيتي وتسجيله لأول هدفين اللي في مسيرته مع هذا الفريق خلال اللقاء مع كاردف والانتهى بيخوماسية بيضاء لصالح محرز ورفاقه يعني كتير جميل أن نشوف عنوين بتقول رياض محرز يقود مانشستر سيتي لفوز كبير يعني جميل أن نرى لاعب عربي يقود فريق كبير يعني هاي شغلة كتير جميلة رياض محرز رسالة المستوحى فعله محرز فعليا وسجل هدفين أنه أثبت أنه قادر أن يلعب مع المدربين اللي تلعبون بأساليب مختلفين بما معنى بيليستر سيتي كان يلعب مع كلاوديو رانييري واللي كان متحفز دفاعيا بينطلق بالهجمات المرتدة فكل أداءه يعتمد على رد الفعل نجح معه نجاح باهر وأيضا مع كوارديولا الذي يعتمد في أداءه كله على الفعل وعلى الهجوم وعلى الضغط نجح نجاح باهر يعني رياض محرز يستطيع أن يتعامل مع المساحات بكافة أشكالها سواء كانت مساحات ناتجة عن هجمة مرتدة أو مساحات ناتجة عن ضغط كبير في مناطق الخصم وهذا يبشر بنجاح كبير لهذا اللاعب مع مانشستر سيتي وهذا ما نأمله الرسالة الثانية من أداء ليفر بول في الدورة الإنجليزية هذا الموسم ست انتصارات متتالية 14 هدف تسجل في مرمى هدفين فقط يعني أداء باهر هو ربما الأفضل في تاريخ ليفر بول من حيث الانطلاقة هذا بيدل أن الرسالة المستوحى أن هناك عمل على الأداء الجماعي في الفريق والدليل لاحظنا أنه يعني محمد صلاح لم يعود ظاهرا كما كان في الموسم الماضي بل الفريق كله يلعب وعندما تواجه ليفر بول هذه المشكلة وأنه صلاح لم يعود هذا النجم الأوحد حل مشكلة صلاح ضمن العمل الجماعي إذن الجماعية هي رسالة ليفر بول للجميع عليكم أن تخافوا من كل شيء في ليفر بول وليس من محمد صلاح عليكم أن تخافوا من ماني عليكم أن تخافوا من فرمينيو عليكم أن تخافوا من ملنر هذا العمل الجماعي إذا استمر بالتأكيد سيضمن لليفر بول موسم ربما أفضل من الموسم الماضي إذن الرسالة المستوحى الجماعية هي لسلاحنا الأمضى ونتكلم بلسان ليفر بول طبعا الجماعية هي سلاحنا الأمضى فاحذرونا الرسالة الثالثة هي عن ميلان وأنا كوني كمشجع ميلان بحب أخصص فقرة خاصة لميلان برسائلنا ميلان حتى اللحظة يعني يقدم أداء جيد لكنه ليس بالأداء المبهير توقعنا هذا أفضل من ذلك مع قاتوزو بناء على ما رأيناه في الموسم الماضي في الحقيقة الفريق يحتاج إلى تركيز كبير جدا سواء في الدفاع ولا في الهجوم يعني لعبة أطلانتا أثبتت بما لا يدعم جاني للشك أن الفريق يصنع كرات الفريق لديه لعبي مميزين هناك تحرك في الملعب جيد لكن هناك تحرك عرضي أكثر من التحرك الطولي هنا في إضاعة وقت في الدفاع هناك فراغات تكلف أهداف يعني الفريق بحاجة لتركيز أكثر والفريق بحاجة لمباشرية أكثر يعني لا داعي لهذا الشطط هذا الشطط هو اللي عم بيسبب أنه الفريق الثاني يقدر يستحوز على الكرة من ميلان ويباخده على قاتوزو أن يعمل على عقلية الفريق وعلى أسلوب المباشر فيه هيك فقط يمكن لمينا أن يقدم أداء أحسن من هيك لأنه الآن البداية رغم الأداء الإيجابي نوعا ما فهي من حيث النتائج غير مبشرة وقد تكلف قاتوزو منصبه إذا لم يعالج هذا المال الرسالة الرابعة رح نستوحيها من طرد رونالدو ودموعه في لقاء فالنسيا يعني الطرد يبدو أنه غير صحيح فعليا هاي مسألة اتفق عليها القاسي والداني لكن مو هي الرسالة المستوحية الرسالة المستوحية هي من قيمة رونالدو نفسه بعالم كرة القدم يعني مجرد نفتح ثاني نهار جميع مواقع مواقع الصحف العالمية والمواقع الرياضية المتخصصة وغير المتخصصة حتى جميعها تتحدث عن دموع رونالدو هلأ رونالدو استطاع أن يجذب الانتباه بدموعه وهي هناك البعض اللي اتهموا أنه هي دموع غير صحيحة ما رح نحكي بهذا الموضوع لكن رونالدو يعرف كيف يجذب الانظار وهو يعني بشكل طبيعي يجذب الانظار بعض اللاعبين وأنا خصونا ميسي ورونالدو رونالدو تحديدا عفوا أصبحوا أهم من انديا أصبحت أخبار أهم من الانديا وربما أصبحت تمثل مع 60-70% من كرة القدم العالمية ولنا أن نتذكر كيف أن انتقال رونالدو إلى اليوفي غطى على نصف نهاية كأس العالم رونالدو وميسي تحديدا هن في مستوى مختلف وربما يكونون أكثر أهمية من الكثير من الانديا الكبرى الرسالة الخامسة سنستوحيها من معاناة الكبار هذا الموسم ريال مدريد تعادل في الأسبوع الماضي برشلونة تعادل مع جيرونا هذا الأسبوع مانشستر سيتي خسر أمام اليوم في دور الأبطال يعني مانشستر يونايتد تعادل في عدة مباريات بوضوح الرسالة المستوحة من ذلك أن الموسم لن يكون سهل على الإطلاق على جميع الكبار أن يعرفوا أن مشوارهم نحو الألقاب مهما كان هذا اللقب لن يكون نزها الجميع يتربص لهم الجميع يريد هزيمتهم والجميع يريد إخراجهم فللحصول على الألقاب لابد من العمل الجاد وعدم الاستهانة بأحد هاي هي نهاية رسائلنا لهذا اليوم أي مواضيع بتحبوا تستفسروا عنها أي أسئلة بتحبوا توجهونا لأنها تواصلوا معنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فينا بسبورتوري سيكستي أو حسابي أنا على مواقع التواصل الاجتماعي شواء فيسبوك أو تويتر وبانتظاركم وتحياتي لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر